السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلى وسلم وبايك على سيدنا محمد محبوبكم في قناتكم وقناتنا والأم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد بالنسبة للفيديو اليوم والوصفة اليوم وصفة لمعتبعة إلى جوابته عدت نال الإعجاب ديالكم بوحد الحشوة اللي خاطئة في الماداق هنمتيقنا إلى جوابته معي نالوا الإعجاب ديالكم وعمكم معي تستغنوا عليهم أنتم ما كتلاحظوا معي بالنسبة للفيديو دياليوم عباء عن كواسة مالحة مكوناتها اقتصاديين وطريقة هذه اللي هي سهلة وبسيطة كنتحصلوا على كواسة اللي هي الجيدة في الماداق وعقية في الشكل دياله إلا عجبكم فيديو دياليوم وعجبكم محتوى ديالفيديو من طبيعة الحل ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا الجهاز وتدعمونا بلايك باش هكا دائما تصلوا بجديد وصفاتي على باكة إلا ندوز المكونات وطريقة هذه ندوز المكونات وطريقة تحضير في نفس الوقت فأول حاجة كنناخده إينا كنضيفه جوج كيسان من الماء يكون دافئ مع جوج مع الققبة مملوئين جيدا من حليب مجفف معلقة من خميرات الخبز مع معلقة ممسوحة من سكاح وبيبات كنخلطو المكونات بالخلط اليداوي حتى نسجمو ليها مع بعضهم ونتأكدو لأن التكتولة ديالخميها دابو انتو ما من بعد ما دابو لي تكتولات ديالخميها كنزيدو جوج كيسان من دقيق الفوس وكنعود نحاكد المكونات بالخلط اليداوي حتى نسجمو ليها الدقيق مع الخالط داوي أنكم تحاكم زيان زيان حتى تأكدو لأن التكتولة ديال الدقيق ما بقوش عندنا في الخالط كما كتلاحظو معايا من بعد كنحيدو الخلط اليداوي ونغطيو الخالط ديالنا نخليو حتى يضيف لنا الحجم دياله كنتو ما نغطي بلاستيك غدائي داوي أنكم تزيو عليهم زيان أو تغطيو عليه بشي غلاقة وتغطيو بسابيطة ونخليوه الجانيبين حتى يضعف لنا الحجم ديال الخالط من بعد ما كتضعف لنا الحجم ديال الخالط كما كتلاحظو معايا كنزولو لي سابيطة ونزولو بلاستيك غدائي فالأثناء كنزيدو نصف كاس من زيت نباتية مع قليل من الملح مع صاشتي من خميرات الحلويات كنحكد مكونات حتى نزولو منهم هاد الهواء اللي كيكون فيهم داوي أننا نهبطو هاد الخميرات باش الخليط ديالنا من بعد ما كيطيبو الفطائق يجيونا خفاف كنزيدو الدقيق تدائيجيا فالأول زيت جوش كيسان من الدقيق كندخلوهم بالخلاط اليداوي انتوما كنخدموهم مزيان مزيان بالخلاط اليداوي من بعد كنبقوا نزيدو الدقيق تدائيجيا كنبقوا نضيفو كل كاس كنضيفو كندخله نحيط هنا الخلاط اليداوي داوي أننا نستعملو يدينا باش هكا كنعفو القياس اللي كنضيفو ديال الدقيق باش ما تجيناش لعجينة قاسها انتوما كنبقوا نجمع بيدي وانا كنبقوا نضيفو الدقيق تدائيجيا وبنسبة الكمية اللي اخدت لي ديال الدقيق انا اخدت ليها 600 قرام من الدقيق بالنسبة الكأس الساتس انتو ما كتلاحظو معايا الكأس الساتس نضيفو كله نصف دياله في الاول ومن بعد عاد نضيفو النصف الثاني العجينة تكون لينة و تكون تلتسق في اليدين هاد الأثناء من بعد مجمعناها تكون لينة و ندهنوها بالقليل من الزيت و نغطيوها بلاستيك عدائي كما تلاحظو معايا العاجين و نغطيوها بشيسة بيتة و نخليوها جنيبا حتى يضعف لنا الحجم ديالها و ندوز و ان شاء الله باش نحضو الحشوة بالنسبة للحشوة يحتاج لينة ثلاثة البصلات يكونوا من الحجم الكبير مع زيت ناباتية و نحاكم فوقنا تكون متوسطة و نتطيب لينة البصلة من بعد ما طابت لي البصلة نزيدو ميتين وخمسين قامل الكفتة اللي كان بقوا نضغطو عليها بذلك الشكل كما تلاحظو معايا حتى تنسى الجميلية مع البصلة من بعد ما كتنسى الجميلية مع البصلة و نتأكد بللي ان الكفتة طابت نزيدو التوابي اللي احتاجو سكنج بي للايبزار نزيد عليهم الملح كيبقى على حسب الدق نزيد عليهم مابع اللي احتاجو القزب والمعدنوس اللي كيكونوا مقطعين مع الهاي سكنتبقى على حسب الاختياء كيتعطيها واحد البنة اللي يلدي دبزر و نزيدو واحد معي القاس غياب من صالصة السوجة إلا كانت متوفا عندكم الصالصة ديال السوجة نضيفوها ما كانش متوفا ممكن أنكم استغنو عليها نخلطو المكونات مزيان مزيان حتى ينسى الجميلية مع بعضهم كما تلاحظو داري اننا نخلطوهم من بعد ما كينسى الجميلية مع بعضهم كنزيدو الزيتو اللي كيكون مقطع طريفة صغر كنزيدو ثلاثة القطع من الجوب المتلت و نخلطو فهد المكونات ضيئ اننا نخلطو فهد المكونات حتى التعلك من بعد ما كنتتعلك لنا الحشوة كنحيدوها من فوق النار و نخلوها جانبا باش تباد و ندوزو ان شاء الله باش نشكلو العجينة من بعد ما كنتخمالية العجينة كما كتلاحظو معايا كتضعف لنا الحجم ديالها كنزولوا منها الهواء اللي كيكون داخل ديالها باري انكم تزولوا هاد الهواء باش الفطائية ديالكم يجوكم خفاف من بعد كنحطوها فوق سطح العمل و نغطوها بلاستيك غدائي كنشكلوه على شكل كويه و نحطوها فوق سطح العمل نغطوها بلاستيك باش ما تكوليناش القشرة من الفوق نخلوها مدة خمسة دقيق و لما كملاش عباش تحتح لنا و تسهل علينا اننا نحلوها فاد الاثناء كنشو سطح العمل بالقليل من الدقيق و بمساعدة ديال دياله كنبقو نسحوب هاد العجينة و احنا كنشو بالدقيق انتو ما كنبقو ناشو بالدقيق و كنحلوها بدلك على شكل دائري اللي هي كبير هاد الشكلة اللي بنات ضغية كنسالي و ما كن ياخدش معنا وقت اللي هو طويل و ما كيبقاش عبنا دك الضيعة ديال العجينة فاسهع وقت كنحصلو على الكمية ديال فطائية اللي هي كتير والعجينة ما كنت تاخدش معنا الوقت اللي هي طويلة كما كتلاحظو معاي كنبقى نسح فيها لبنسبة اللي بنات هنا كبية كنسحوها بشكل دائري كبية السمك ديال هاقيق ما تكونش غليظة بزاف و ما تكونش هقيقة لاننا باقي على لويوها و عيد ضعف لنا الحجم ديالها من بعد كنقسموها من نصف و نعود و نقسموها على بعض و كنبقو كل جز كنقسموه على جوج انتو ما كنقسمو كل جز على جوج و من بعد كنقسموه على ثلاثة كما كتلاحظو معاي كنقسموه على ثلاثة كنبقى نستمره حتى تنسى اللي كاواصة ديالي كلها و فادل اثناء كان دي واحد الافتيحة اللي هي صغية بات طائقة كما كتلاحظو معاي بش يسهل عليها انني اللويها كننخدو ادو كطائفات كان نسجعوه من الجوانيب و نبقوا اللوي بكاواصة ديالنا بطريقة اللي هي سهلة و بسيطة انتو ما نعود معاكم كننخدو ادو كالاجزاء اللي قطعناها دو كالشاطة اللي هي صغية اللي عملنا في الواسط كنلويها هكا الجوانيب و نبقى اللوي عادي عمد زيوش على كاواصة ديالكم باش ما ترتخليكنش في الفان انتو ما كنعملو الفليحة اللي هي صغية كنجعو الكاواصة ديالنا و نبقوا اللوي و عادي نعود معاكم واحدة بنسبة لبنات المبتدئاتها انتو ما كتلاحظو كننخدو ادو كالاجزاء كنجعوه من الجوانيب و نبقى اللوي كاواصة ليه طريقة ليه سهلة انتو ما نعود معاكم كنبقى مستمع بنفس طريقة حتى نسالي الكيمياء اللي عندي كولها و ننضطيها بمنديل نخليها حتى يتضعف ليه الحجم دياله ضعوري انكم تخلي واحدة تدخمى مزيان من بعد مما كتخماليه مزيان 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 في هذه الاثناء خذية انابيضة مع صلصة ديال السوجة إلا ما كانش مطفى عندكم الصلصة ديال السوجة كتعودوها بقواسها يعد دوابان كنبقوا ندهنوا كاواصة ديال النبات الشكل كما كتلاحظو معايا ضعوري انكم تدهنوهم الجوانيب و ندهنوهم من الفوق باش يجيون كلهم حماين و يجيون لون واحد من بعد كنزينوهم بالجنجلان او بالبافو كيبقى على حسب الاغتياط ديالكم انا هنا زينتهم بالجنجلان فدقتنا الفان كيكون مسخن من قبل العافية كتكون متوسطة و ندخلوهم حتى يطيبون لنا ملتحت انا عندي الفان ديال القاز كندخلوهم الفان كنخليهم حتى يطيبون ليا ملتحت و ندهنوهم باش يتحملوا ليا مباشرة ما كي ياخدوش معنا وقت لي هي طويل ما تجهدوش عليهم العافية فقط العافية تكون متوسطة و خليو الفطائر ديالكم حتى يطيبون انتو ما كتلاحظو معايا من بعد ما طابوا لي الفطائر داريالبنات منين جبدوا الفطائر ديالكم اي نوع من الفطائر منين جبدوهم الفان كتغطيوهم من ديال باش يرجع عليهم ادكسساد و يجيوكم الفطائر لي هم خفافين و يبقوا لنا مودة لي هي طويلة و هم خفافين انتو ما بالنسبة للحوشوة من بعد مشحاتها كانحتاجو الجبن بالنسبة للصالصة في الولاي البنات كانحتاجو جوج معلق من المايونيز مع الكيتشوب مع الصالصة الحائلة كانت متوفة عندكم انا ما كانش متوفة عندي ضفت هنا اسم الهاريسة مع الجبن صندويشات هادو هما المكونات اللي احتاجو مع اضافات الخص من طبيعة الحال انتو ما كان ناخدو كاوصة ديالنا كما كتلاحظو معايا البنات كاوصة خفيفة كاوصة اضافات الخص من المايونيز مع معلقة من الكيتشوب و معلقة من الصالصة الحائلة كانت متوفة عندكم و الى ما كانش متوفة نستغنيت عليها و ضفت لهايسة كنضيفو الخص مع الجوب نصف من الجوب ديال الصندويشات مع الكفتا نعود معكم واحدة باش نشارح لكم اللي بنات كنناخدو سيكين كنقطعو كاوصة ديالنا بهات الشكل و كندهنوها بالسلسة كنحطو الخص بالنسبة للخص انا كننفضل انني حطى دوكل اجزاء اللي كيكونوا طبيل كنزيد عليهم الجوبن صندويش و كنزيدو معلقة من الكفتا طيقة اللي هي سهلة و كيجيو عامرين البنات و كيجيو ولدات انتوما كنعود معكم نحت ناخدو سيكين كنقطعوها و كنناخدو السلسة كندهنو الجزء التحتاني بالسلسة و كنناخدو الخص كنحطو الخص ديال النبات الشكل و كنملقوها كنحطو عفوان الجوبن صندويش و عاش كنحطو الكفتا كنبقى مستمع بنفس طريقة حتى نسالي الكيمياء كل هاللي عندي انتوما كتلاحظوا معايا الشكل النهائي ديال الفطائية ديالنا كيجيو لدادين و ساهلين في تحضير ديالهم كيما لحظو معايا بنسبة للعجينة فاسهع وقت ضغية كنوجدو العجينة و كتجي خفيفة إلا جابتو هالبناتها ما غاديش ندموع لها كنختصروا الوقت و ما كدتخدش معانا الوقت اللي هي طويلة فالوقيتها اللي كتخمالينا العجينة كنوجدو الحوشوة مباشرة كتطيب لنا العجينة ديالنا أو كواصة ديالنا كنعموها و كجينة سهلة في تحضير ديالها و ما كدتخدش معانا الوقت اللي هي طويل كنتمناي لعجبكم فيديو ديال اليوم وعجبكم محتوى ديال الفيديو من طبيعة الحال ما تنسونيش من الدعوة ديالكم و ما تنسوش تشتاكو في القانا وتفعلو الجهاز و تدعمونا بلايك باش هكا دائما تصلوا بجديد وصفاتي و كنتمناي انني لكون خفيفة ضايفة على قلوكم خليتكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله